طيب احنا زي ما جبنا المهانس فرج عامر نتكلم مع كابتان حسن طبعا ننظرش ننجيبش نجيب من الطرف التاني في اسكندرية وهو نادي الاتحاد بقيادة استاذ محمد مصلحي استاذ محمد مصلحي صديق بارتا هنشوف استاذ محمد مصلحي ونرجع ناخد فاصل وبعد كده نجع بقى الحاجات السريعة المهمة كابتان حسن حمدي لو نتكلم يعني نقعد ساعات وأيام نتكلم مع كابتان حسن حمدي كابتان حسن حمدي من انا شايف من افضل الرؤساء لانداء ان انا تعاملت معاهم في فترة رئاسة لنادي الاتحاد السكنداري مكنش لها الشرف طبعا انا اتعامل مع كابتان صلاح سليم اسطورة الادارة في النادي الاهلي كنت حابب ولكن اللي سمعت عن كابتان صلاح سليم كانت كتير جدا ولكن كلمة حق في تعاملي مع كابتان حسن حمدي شفت قد راجل ده راكي في تعاملاته محبي جدا للنادي الاهلي مخلص جدا جدا للنادي الاهلي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المتخبات اللي هي الدورة الثالثة ولكن فالطلت نهاية عميت فيها مع كابتن حسن حمدي انا فاكر في الوقت ده كان رحمه الله الاستاذ سامير زاهر كان رئيس اتحاد الكورة وكان فيه لجنة مشكلة من رئيسة كابتن حسن حمدي وكان معانا الاستاذ ممضوح عباس كصرحين كبار نادي الاهل ونادي الزمالك وكان وادين عنصر من اوعده في اللجنة من الاندية الشعبية وتم اختياري انا ساعدة كنت يعيده مارد جليش شعب وكان معانا كان اسطورة برضو الادارة كان مهندس سبريم محلب اللي هو رئيس وزراء مصر السابق فاحنا ربعا كنا بندير موضوع البس الفضائي فشفتها دي ادارته للموضوع وحبه لللعبة وفي الوقت ده بصراحة يعني احنا كهندية شعبية استفدنا كثير جدا وما كانش بيبص قدامه بس النادي الاهلي او مصلحة النادي الاهلي بس لأ كان بيشوف مصالح كمان الانديها الشعبية فانا يعني بقول حضرتك لو كلمت لكابتان حسن لأ حقود ايام كتير اتكلم عني فالكابتان حسن حمدي تعلم كثيرا جدا من الكابتان صلاح السليم ولكن عارف انت حضرتك لما تلاقي التلميذ بيقرب من استاذه فانا شايف ان الكابتان حسن حمدي في تواجده الرئاسي النادي الاهلي ادى كثير بطولات لا تعد ولا تحصل حاجة عظيمة جدا ادارته كانت بحكمة بهدوء مفيش نعم العصبية فانا شايف اقول لكابتان حسن حمدي ربنا ديك الصحة والعافية ونفسه شوك قريب السيف جاي اوه اتمنى ان انا اشوفه تاني في السحل ولكن اديره التطور عمر ان شاء الله واشوفه في المناصب يعني مش عاوز اقول مناصب هو خلاص سلم الرايا لكابتان حمدي الخطيب وهو اكيد في ظهره اكيد بيحب الكابتان الخطيب فاتمنى له كل خير ان شاء الله بشوف اللي بعبيله الكابتان حسن حمدي فترة بطولات كان موجود جوزيف فشوف بطولات اللي اخدها ادي ايه بطولات افريكا اشتركه في كاس العالم تلت العالم فلأ اهو كان بيدير بحكة واهم حاجة في الموضوع الاقل ان كان هbies الزمالي مصد Communication الفبالة 12 لعب لو اتس بريد نادي المصري مصد Liaactor aga لكن النادي شعبي جهة الاتحاد وزي الاهلي ومع vezes فالزمالك عندهم من العدد اللعبات فالجر Directory فالتعان تصرف على هذهолعاباتым الكامل الام كانتاكاه كايور بش PI亁arna راحنا مثلا بناخده Wu. زي النادي الاهلي. لجنة الكورة بنبقى رأسها رئيس النادي كابتر حسن حمدي ومع مثلا كابتر طريق سليم مع مجموعة من . القفاضر كلهم بتاعها الكورة لما كابتر حسن حمدي ماشى وجاء كابتر قم كوقه الخطيب او كابتر كان مين رئيس اللجنة او كابتر قم كوب خطيب رئيس اللجنة ومع مجموعة تانيي من اللهم ما بيدره الكور فالفقر نا ما يكون فعلا رئيس نادي بحجم شعبية النادي الاهلي ويكون بتاع كورة اكيد عيكون المردود طيب جدا. فده اللي حصل مع نادي الاهلي وده النجاحات اللي موجودة في فترة كابتل حسن حمدي وجات بعد كده كاملة كابتل محمود وخطيب. فانا بقول لا حسن حمدي مدرسة في كورة الكادم. اه كابتل حسن حمدي انت كيما كبيرة جدا وانت راجل محبي جدا لنادي الاهلي. واكيد مريت بظروف صعبة واكيد بعد الثورة مريت بظروف صعبة ولكن انت عشان راجل قوي ورجل محبي جدا لناديك ولشعبيتك ولجماريتك. هي دي لوقافتك وهي دي اللي خليت ببعديك يكمل المشوار. فهانيئا الجميع النادي الاهلي بكابتل حسن حمدي اتمنى لكم كل التوفيق. واتمنى النادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله.